تمام اول سبب الميلاد خلينا متفقين ان ما يقرب من تسعين في المئة من البشر بيموتوا على الدين اللي تولدوا عليه او حتى مثلا ايه بلاش في العالم كله في منطقتنا احنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعني الدول الناطقة باللغة العربية بنسبة ممكن تزيد عن تسعين في المئة كمان ممكن توصل الى خمسة وتسعين واكتر في المئة صح ان الانسان في هذه البقعة تمام بيموت على الدين اللي تولد عليه تمام ده معنى ايه بقى معنى ان الميلاد هو اللي بيحدد ايمانك يعني انت مؤمن عشان بالميلاد يعني انت مثلا انا في مصر انا اسمه شير تمام ابوها مسلم كويس لكن انا افترض ان ايه ان انا اتولدت نفس الكائن الحي اتولدت العلم السحية مسلا كان زمان اسمه بولوس مسلا او مرقص صح كان زماني مسيحي وبعدل ما انا كنت ابقى مسلا سلفي زي ما كنت مسلم سلفي كنت ابقى ارثوزوكسي سلفي تمام او ممكن ابقى راهب ولا كاهن ولا ايحد صح ومتعصب برضو المسيحية زي ما انا كنت لما اتعصب الاسلام ايه اللي حكم الموضوع الميلاد تمام الميلاد هو اللي خلاني وخليك تطلع مسلم او مسيحي او يهودي في هذه المنطقة فالميلاد دي معناها يعني ايه الصدفة والعشوائية والعبتية العبتية البحتة صدفة بحتة يعني كوني ان انت طلعت مسلم ده صدفة بحتة خالص خالص تماما يعني كان ممكن حتى ابوك المسلم ده مثلا بدل ما يتجاوز امك المسلمة تيجي الصدفة تروح موديها مثلا بلد اوروبية ولا حاجة تمام يتجاوز واحدة المانية مثلا مسيحية كويس ويخلفك منها وبعد كده يموت ولا تخبطوا عربية ولا غرف ده تمام طلعت انت مع الام المسيحية دي اا مسيحي تمام فهو الميلاد يعني انت او استغرب الناس اللي بيعدوا وقل لك ايه يقول لك الانسان اصلي مسير ولا مخير طبعا الانسان مسير بالنسبة 95 % تمام ممكن اكتر لأن انت الميلاد ده بيحكم حاجة يعني الميلاد ده انت ولا اخترت اسمك ولا اخترت ميلادك ولا اخترت ابوك ولا اخترت أمك ولا اخترت المجتمع اللي هتولد فيه ولا الد legitimately تولد فيها ولا اخترت جناتك اللي هتتحكم في أغلب طباعك وعاداتك وحبك للأشياء وكرهك للأشياء صح فانت مصير فيه بس انت يعني ايه عملية الميلاد دي عاملة ازا الروليت بتاع الامر اللي هي العجلة اللي بتلف وتروح رامع على الظهر دي هي كده. تمام? انت ممكن مثلا كنت انت بدلا ما انت تتولد في هذه الاسرة مثلا البسيطة او الفقيرة او بتاع ان احنا اغلبنا من الاسرة بسيطة انا راجل من الاسرة الطبقة المتوسطة يعني تمام? كان ممكن تتولد مثلا لأسرة غنية جدا او ممكن تتولد لأسرة ملكة. سواء في الدول العربية او في اوروبا. مثلا يعني. الصدفة دي اللي بتحكم حاجات كتير. تمام? الصدفة دي بتيجي من اين بقى من الميلاد? فالميلاد ده هو عامل زرامة الظهر كده. انت اخبالك يعني فرصة ان انت ان انت اتولدت لأبوك ده معنى كده ان انت محظوظ اصلا كون ان انت جيت الحياة انت معنى كده ان انت محظوظ جدا ليه بقى لان حيوان المنوي بتاعك اللي هو انت تمام? ادر يفوز اه بسباء اشد تعقيدا من المرس بنسباء مئة متر في الاولمباب باليوم مرة. بيتسبق مع ملايين الحيوانات المنوية لتلقيح البويضة. تمام? كان ممكن يبقى حيوان تاني وتبقى انسى من الزكر مثلا ويبقى بصفاته كاراكتر تاني. انت فاهم? فالميلاد ده هو السبب الاساسي ان انت مؤمن. ما نتحكش على بعد بقى. اغلبنا مؤمن بالانسة. ايه? بالميلاد. انت تولدت لعيلة مسيحية. خلاص بقى انت بعد وانت ممكن انت لسه عندك كم شهر بيعمدوك. تمام? وبقت مسيح انت ولا انت فاهم حاجة اصلا انت قدر يعني. عشان كده ريتشار دوكنز بيقولك اللي ايه? الا ان دوت ان دوت ابيوز. تمام? ويساءة لل وتدمير للاطفال. مفروض يتساب موضوع الدين ده للطفل الغدس ولا اتعمده ولا توديه جامع. لغا ما بقى انت 18 سنة. هو يحدد بقى. هو ريتشار دوكنز بيقولك كده انا ريتشار دوكنز انا زيه طبعا يعني. تمام? معادي لفكرة ان الدين ده يتدرس في مدرسة او ان انت تلقينه للطفل ولا بتاع. غلق جدا. تمام? سيبوا تمام? يعني سيبوا يتعلم وتعلم التفكير النقدي والانحيازات والمغلطات المنطقة وبعد كما يكبر عند 18 سنة ويختار دين. يعني شوف المجتمعات المتحضرة بقى هناك بتفكر ازاي. لكن انت انت مسلم بسبب الميلاد. ومسيحي بسبب الميلاد. خلي بدك. يعني انت مؤمن بسبب ان انت تولدت العيلة مسيحية. مش عش انت مؤمن مسيحية. ده من نسبة 90% من المكونات بتاع المنطقة بتاعتك. تمام? من الخليج للمحيط. كويس? فدي حقيقة لا تستطيع ان تنكرها ولا استطيع اي شيخ ان ينكرها. انت بتتولد العيلة. فبتعتقد دينها. بدون من وانت طفل. من وانت لسه بيبي. بيقدنه في ادنك. والتانية ياخدوك عمدوك. تمام? وانت طفل برضو. امك بتاخدك الكنيسة او امك بتاخدك الجامعة. خلي بالك. والطفل ما متهقلكش ان هو مش واحد. الكلام ده بيتبرمج يا باشا في عقله الباطن. الكلام ده بيتبرمج في عقله الباطن. بيبتدي يتعود على اصوات الصلاة واصوات الدعاة واصوات شعفية واصوات شعفية. ناس غير. تمام? فالميلاد. ما تقدرش تنكر كده. تسعين في المية من الناس كده او اكتر. خاصة في المنطقة بتاعت. خاصة في المنطقة. تمام? اه في ناس بتغير وبتعلك. انا بقول لك في المنطقة بتاعتنا. وفي العالم اه النسبة كبيرة. بس في المنطقة بتاعتنا اكتر. تمام? في المنطقة بتاعتنا. انت. اتولدت. على دين. هو ده الدين اللي هتموت عليه. بنسبة تسعين في المية. طيب. دي اول نقطة الليها الميلاد. تاني.